مؤسسة البيارق البيضاء إلى مختلف الديانات والجنسيات والأعراق حيث تعتبر هذه المبادرة تجسيدا لما تعيشه مملكة البحرين من مناخ للتعايش السلمي والتسامح واحترام الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة الهدف من عقد هذه الفعاليات الخيرية الإنسانية والتي جمعت مثل ما رأيتم العديد من الوافدين ذيوف البحرين والسفراء والمسؤولين الكبار في الدولة وفي المجتمع والقطاع الخاص جلسوا جمعا مع بعض في إفطار في هذه الليلة المباركة وهي ليلك منتصف رمضان للتأكيد مرة أخرى على أن ليس هناك حواجز بين الأديان وبين الحضارات وبين الأفراد والمجموعات والأعراق المبادرة هذه لتأتي تنفيذا لتوجهات جلالة الملك حفظه الله للتعايش والحوار بين الأديان وبين الثقافات التي تعيش على أرض هذا الوطن إفطار لأجل السلام ده العنوان اللي إحنا حطناه كجمعية علشان نبين فيها السلام والتسامح والتعايش اللي في البحرين زي ما شفت النهاردة مئات الصائمين جم وفطروا معنا وأكلوا معنا وفالفعالية دي كانت فيها كذا نقطة قوية أول نقطة إنها إفطار فقط للعمال الأسيويين والمغتربين تاني حاجة إنها تقام في الكنيسة تالت حاجة إن الشخصيات العامة والسفراء هم اللي خدموا على الصائمين اللي هم هيفطروا فدي كان شيء رائع جدا وده بيبين قد إيه الصيام له بعد روحي مش بس إن أنا أمتنع عن الأكل شكرا 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 شكرا